لا أجرى نبغي لا وساما لا صدا لا صدا هي خطوة هي خبرة ورفاق وصارت تطوى وعيتا هو وسيلة ولأجله عزم لنا دفاف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستكمل الشيل سيكريبتينج مع الأمثلة توقفنا آخر شيء عند قصة الوائل والعداد كنت أريد أن أصلح قصة الوائل والنهاية كنت أعملت زايد زايد بحيث أنه يبدأ هنا الـ count من 1 إلى أن يصل إلى 10 كل مرة يزيد 1 إلى 2 إلى 10 فهكذا طبقت السكريبت لعلمة تصل إلى 10 تقف هذه اللوب طبعا هنا لن نكتب العشرة تستطيع أن تكتب 11 بحيث تكتب لك العشرة سهل جدا نشوف بعض الأمثلة البسيطة مثلا دعنا نكتب مثلا فار يساوي مثل الإنجليزية يعني ما يفوت هذا الشكل إيكو دولار فار لازم تكون مطابقة الفوء ستكون مطابقة إلا آخرين بعدين إيكو ناو وي ويل اد يو بار البرار الخاص بك انا إيكو هنا سبيس ديها سطر جديد استعمل كنت استعمل هنا إيكو داش اي سلاش ان واوفر هذي الاكل هنا بحيث انه ينزل سلسط رجلت بس يعني مش مشكلة خلينا نطبق هون مثال ما هو هنا فار عادية مش هستطبق هون سلسط مثال ادتو هنا دولار ون يو يور بارت سوف اضيف ارجمنت انا بعد اسم السكر بحيث تكتب هنا بدال دولار ون ثم نقوم بحيث انتر فالان سيكتب هنا مايفوتناووووالاووالاوالاووالاوى مايفوتو الميكس فورسوفالاوالاوالاوالاو اضيف نتر دولار وقلق دولار ونقوم بتنسل سلسط مثال كيفية تعريف متغير تمام كيفية عمل ايكو كيفية عمل سطرف هذه كيفية جلب اللي هو المتغير الارجمنت رقم واحد تمام هذا هو المثال بكل بساطة نأتي المثال الثاني ايكو do u like linux read A تمام ثم F space بعد A لوا الانصر F A يساوي يساوي space yes then echo yes it is دعم اعمل ايكو تاني مش مشكلة else ام متى كلمة they don't match طيب بس اكتب هنا echo done شوف معي الآن تبع سطر 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 سيضر لك جملة يقول لك do you like linux do you like linux هذه هي جملة طبعا دارت مع فراغ هنا لانه هو اصل انا هنا في السكريب تارك فراغ سيضر منك قراءة انا هنا انا هنا اضغط enter هل no تساوي تساوي yes if i don't match done تمام سيضر space هادي طيب و enter سيضر اطبق منه جديد بس اكتب enter yes it is done فطبقها yes it is اكتب لك done و لما يكتب they don't match لان this don't match هي عكس لياز اتزل لو كتبت هذه لو كتبت هذه او العكس ما نستفيد من هذا المتال استفدت كيفية كتابة echo كتوضيح لل read دائما read اكتب قبلها echo حيث توضح انك ستدخل شي لان لانك لو لم تكتب read اه او او لم تكتب read الا echo عفونا هذه كان ترمن ضارت لك كسطر مشغول فقط وانت ضمنك ادخال ولا تكون فاهم مئة بالمئة ففضل نتكتب echo لل read وعرفنا كيف خزانة متغير التاني شي عملنا مقارن تغير قيمة معينة وعملنا جملة den ال else هذه وعملنا جملة خارج fi بحيث ان نكتب هذا مثال نأتي مثال الثالث حتى هو في f بس هذه مرة مغير read f variable 1 يساوي يساوي tuna fish capital لكل كلمة then echo i love tuna fish else no tuna i like dollar one مش هعرف ما هو المتغير الاول فاكتب dollar one لحيث يحضر القيمة two الشي الذي تكتبه هو the argument if i done اكتب done لكي يكتبها في الخرج فهنا ctrl c اوكي انا مكتبتش argument فاكتب فإذا الهار argument one لا يساوي tuna fish أصلا فراغ إذا لنه يطبق خليص لنه no tuna i like farag two تمام i like farag two طيب لو كتبت اي شي هنا مثلا cola no tuna i like cola two فهنا تمام طيب لو كتبت هنا tuna fish نفس الشي no tuna i like tuna fish لماذا لانه هنا انا اكتبها بعلام التنصيص كargument واحد فقط فهنا يجب ان تكتب بعلام التنصيص حيث تاخدها واكتب هنا cola تمام seven اوه هنا تطبق الشرط فعلا وطبق i like tuna fish لاني طبق هذه جملة ولم يطبق خليل وطبق خليل لانه يخرج ماذا استفيد من هذا المثال اني انا جلبت ودخلته في مقارنة استفد من string كيف خليها هي معامل واحد وهنا الفراغات التي تنساهم بين كل شيء وشيء في فراغ حتى فراغ لانه بس يعني فضل الفراغ واحد استفد انه كيف نفس الفكر المثال الرابع اه يحتاج تركيز هذا المثال يحتاج تركيز انا حابلت نكتب من الاول بحيث تكون مع بعضنا echo 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 اوكي now put the chicken in the box cd box تمام اكبر من def slash null اتنين اكبر عند حضرنا الى redaction كل اوكي f space dollar exit code لا يساوي هذه نفي معنا لا يساوي نفي هذه لا يساوي space 0 space اغلق القوز space 30 ساعة ثم echo there is no box else else وإلا welcome okay i am in here هذه علامة that bwd بحيث تطبق هذا الام bwd يكتب لك bwd with the chicken bwd i o enter طيب خلينا نشرح هذه الكود اول شي سأكتب لك okay ويت تشكل in the box ثم ثم تطبق الامر عادي جدا له امر cd box حاليا انا في home ls هل ملف ملف او مجدد باكس مفيش مفيش def null بcode output العادي واخبرته ان ياخد ايضا error معك هي 2 اكبر and 1 2 يعني error فلو error لن تظهر لك هنا في الشاشة وسيأخذ خزانة في null تبعا وقتيت عملت if exit code لا تساوي zero echo there is no box باكس ام تساوي زير ام تلا حاليا لو ما فيش box سيظهر لسارة خطأ واللي هي لن تظهر اصلا تخيل ان ستظهر وانتداب لنا اصلا لدائكشن رقم واحد رقم اثنين مداما فيه error معناها exit code مش سفر بمعنى انه cd box نصح ديكتر لو عملت echo واحد ما هو السفر اذا ستحقق هذا الشرط انه هي لا تساوي سفر واكتب لك echo there is no box فلو عملنا السكريبت الآن اوكي now there is no box تمام طيب لو كونا نحن هنا make dire box واتينا هنا عمل cd box داخل shell environment بالفعل كأنه دخل cd box و الشرط لا نتحقق لانه exit code هي تساوي سفر وخطأ ان تكون لا تساويه لانه اصبح فيه box مفهم ما فيش error يعني هنا cd box فيش خطأ echo zero code exit code سفر فايدا هل السفر لا تساوي سفر لا اذا هذا الشرط الاول ان نتحقق لان يطبق يطبق ال else لو اوكي ام ان ويكتب لك المسار الخاص بالbox with the chicken هادي السكريبت ستطبق هاكتا فلو عملت سيدين وقتتين وطبقت السكريب اوكي put the chicken in the box اوكي ام ان باكس with the chicken لاحظونا pwd انا مش في الباكس اصلا داخل فقط لما طبق السكريبت كأنه ذهب للباكس كده اوكي برة اخرى echo سيدة بالباكس لما فيش directory هو في العادة انت خلي مغير directory لما فيش directory ففي خطأ الخطأ صال ال redirection ينظرك امام عينك بهذا الكود والتحويل ال convertor هذا و حتى لو الصح صار في redirection مهم هو اهم شي اخذ الخطأ ويقول اف ال exit code لا تساوي صفر وفعلا لو ما فيش باكس ال exit code لن يكون صفر سيكون واحد وفعلا هو لا يسويها سيكتب لك there's no box تمام ولما تكون انت تعمل make dire box وتشغل secret من اخر فيصبح ال exit code صفر هل الصفر لا تساوي صفر لا فايدا هذا لا يطبق يطبق هذا الشي ويكتبون pwd ماذا استفت من هذا السكريبت استفت اني عمل redirection داخل الاوامر استدعي exit code يتخيل ان الامر سواء خطأ او صح في حال خطأ ماذا تريد في حال صح ماذا تريد ايضا كيفية استدعى امر داخل هذا مثلا كنت استطيع عمل هذا الشي على فكرة $pwd هي نفسها اسهل شوي لو شخص ما فيه شي يكتب $pwd هي نفس الامر فكتبها لو قرأت امر معين ستكون هذا الامر pwd بهذا الشكل كيفية كتابة اوامر داخل quotation packets هذه اللي هي بحرف الذال ننتقل للمثال اللي بعده اتقل من قبل الاخير او من قبل من قبل الاخير اوكي ما زالت لا تأمتلة نكملهم ونكمل debug وكونت هنا يعني script ثوية شوي بس يعني كويس قطيناها بشكل كامل الحمدلله وممتعة جدا بعدها خلاص تسكمل الشي script في الكتب والاخير for xn هذه loop تمام do echo this is loop number x done echo echo do done هذه هي loops وهادي بعد loop ما تنت تكتب سطر جديد ويكتب all loops are gone دائما لأسف اعمل space بعد اعمل تلصيس this loop number x x لو هذا كم loop من 1 إلى 9 9 مرات استطيع عمل sick 1 15 15 مر 15 مر فخلينا نجرب الآن 9 هذه شوف الثانية انا شربت sick الان this loop number 1 2 إلى 9 هذه تلصيح لما انتهت عمل سطر فاضي وكتب لك هذه جملة لماذا لأنها لم تقرر هذه تخيل هنا تخيل هنا هذه جملة ستكون ايضا تسع مرات لو كداخل done بين do done ماذا حصل ماذا خزنتها تمام دي سلوب كده تكتب كل مرة كل مرة تكتب فأو يطبق هذا يعود يكتب مقال يعود فلهذا الامر لما تريد جاي نتيج نهائية دايما تفل برا hello بحيث انها مفروض تكون هات الشكل اوكي كويس نكون شخص شوي نجرب sequence اوكي في خطأ مفروض مفروض تمام الان نجرب 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 الشيء اخرى في الارقام مثلا in dollar cos sec اوك 1 16 1 6 طيب مش مشكلة ctrl o تمام الآن اللوب من واحد إلى ستة هذا الأمر طيب أستطيع عمل شيء معين جميل آخر مسح هذا الأمر بين باكت سك واحد ستة مغرد دولار من أخواص هالي طريقه فنفس النتيجة طيب في طريقة جميلة واحد مقدار القفز اثنين إلى مثلا 20 اللوب هذي معناها طبعا هذي نفس الفكرة لو أزلت الباكتس هذه السنجل المعكوسة تمام بالذال أستعمل دولار وقوص دائري قوص دائري هي نفس الفكرة بس خلينا في السك نفسه هو سك هو نفس العنوان يعني سك واحد مقدار القفز اثنين إلى رقم عشرين معناها واحد زي اثنين ثلاثة خمسة سبعة إلى تسعتاش بالضغط زيتها تمام فإذا هذا الرقم الثاني المقدار القفز فعملت كنترول أو انتر فالآن اللوب تغير رقمها أصبحت السكريبتا اللوب واحد مقدار قفز اثنين يعني ثلاثة خمسة سبعة تسعة وهكذا جميل أستطيع عمل سيكونس سفر ويخليها عدد زوجية سفر اثنين أربعة إلى آخر هذا بالنسبة السيكونس طيب أستطيع أيضا أعمل قفز بالطريقة الثانية اللي هي أعمل واحد دوت دوت تسعة دوت دوت تلات هنا عكس السيكونس هنا من واحد إلى تسعة والقفزة تلاتة عكسة بمعنى أنه واحد أربعة سبعة اللي هي واحد زي ثلاثة أربعة زي ثلاثة سبعة زي ثلاثة عشرة بسي الحد الخاص بك تسعة لو عملت بالتنين أعتقد تسعة ستكتب لأنه واحد زي ثلاثة بعدين خمسة إلى التسعة آخر شيء في الأرقام قبل أن تقوم المثال القادم أستعمل أرقام مميزة مثلا اثنين ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة أربعة عربين فكل مرة تتغير قيمة الرقم اثنين ثلاثة ثلاثة خمسة 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 أربعة عربين هذا بالنسبة للفكست بالنسبة للسيكوينس آخر مثلا قبل الأخير قبل المثال هذا اللي هو ديكلير وتم الديبوغ ثم سنابت سنكون كم من محاضرة وقفلنا على السيكوينس في شكل كامل هذا مثلا جميل نشوف مع بعض فور لو كابتل عملتها ان لس هذا الشكل أو دولار تحقص لس هذا الشكل لقد أردت أمر تضبق فأنا عملت باكتس إليس أسهل مرات تمام إيكو خليت لات مرات من المكتوبة أنا عملت فراغ سناعمل داش إي و داش إن قريب تطبيق أمر نفس الفكرة باكتس هذه الحرف الدال كات دولار لوب كابتل اللي هي نفس مكتوب هنا كام هنا لوب هنا فور لوب هو فار هذا فاريبل العدد هذا تمام كيف يحسبه مثلا سريعة مثلا لس إن كاونت كاد داش إن للكاونت سبع عشرين يعني ثمانية عشرين لوب بملف كاونت نفس ثمانية عشرين يعني ثمانية عشرين مرة سيطبق حسب عدد العدد هذه تمام ثمانية عشرين مرة و لما عمل هز دولار لوب معناها اللوب مرة اولى يعني هيكون رقم واحد ثلاثة قيمة واحد ثلاثة مش رقم هنا المرة الثانية سيكون باكس او اي بي دي بعدين بيايين بالترتيب ابل جدا كل مرة وسيطبق عليه كات القيمة معنا اول مرة سيقوم بعمل كات لملف واحد ثلاثة ثم ينتقل للملف الثاني الثالث الرابع لانما يكمل ٢٨ واحد فشوف هذا هنا السكريبت بالفعل طبعا خلينا نرجع من على الامر ٢٨ اوكي هنا نطبق here is ١٢ عمل لها كات شكلها فاضي ١٢ هنا here is abd abd z directory here is bian z directory here is count وقرأ الcount بالفعل اهضر المخرجات بالكات here is كذا directory واللي مش directory تقرأ لك محتويات فهذه كأنه اقبرته انه اللوب تكون مطابق العدد لعناصر لس موجودة طيب تعال نذهب مثلا cd سي كريبت وطبق السي ون طبعا طبقت هذه فكرة اللوب هذا مثال اخذ ماهو سهل بسيط نص لغط اخذ ماهو صعب عفوا اوكي نأتي السي كريبت تحسب مساحة المستطيل او مثال جميل طويل شوي سأكتب شيء معين الاول بعدين مكتب الثاني اوكي او اكو داش اي بليز انتر دا لنث value داش سي طبعا ريد الكابتر انا 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 اكون الكابتر تكتب اي شيء انتم مش مشكلة سأخذ هذي ك يو ثم يو هنا مرة اخرى ثم اعمل ريد دابليو ثم هنا او غير بدل لنث ودث اوكي ريد دابليو اوكي ثم اقوم بتعييم متغير جديد اسمه area اللي هو دولار l ضرب دولار w ليه طول في العرض تمام ثم ثم اعمل اعمل دولار area area equals تمام دولار area كتب area نفس هذه تمام فإذا ستطبق script الان please enter the area طول 80 enter 30 مفروض 80 30 تخرج 80 30 مفروض صح مفروض انا اريد 80 30 طيب لماذا لم يطبق لانك انت مش معرف المتغيرات هذه هي clear text اخذها الباش فيجب انت نقوم بعمر جديد اسمه declare i integer f float الى خير تستخدم بحث عن هذا الامر هذا متوسع شوي خلاص تخيل البرامج والعملية الحسابية وعرف متغير l سأستخدم declare متغير integer وعفون w capital نفس ماستخدم بالزبط تحت تمام فلطبقت هنا 30 90 نفس فكرة text في شيء لا تنساه اوكي انت عرفت انه متغير هنا ايضا area ايضا يجب انت اعرف تمام انا اتعمد انه معرف باش ما حد استعجل فهكي تمام الان نفروض نتيجة تخرج صحيح مثلا 60 ضرب 30 1800 في اجمل من هذا الشيء مفيش هذا الاسم العملية الحساب هي لا تلاع الديبوغ اول ديبوغ انت باش داش اكس سكريبت نعم يجب انت اكون في المسار بما انا هنا باش داش اكس sc1 تاب تاب مفيش بس العمل سكريبت sh1 sc عفون الان الزايد منها هذه الديبوغ ديبوغ 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 ساقرأ ال ساقرأ ساقرأ 90 استكم استكم ما يجب اخطاء وظهر وظهر حتى الايكو داش اي كده هنا كتب لك خيمة بفعلا حسب ها قبل ما اكتب ها يعني مش قبل اكتب اقصد يعني هي ملا احط لك اريا هنا يعني كرر جملة هذه مرتين هذا اول ديبوغ خلينا اخطئ هنا مثلا هنا اي شي خزنت اعمل ديبوغ ف اوكي لم يدر شي لأسف هاي خطأ او مش خطأ جوهري اتب خلي اعمل خطأ جوهري مثلا ايكو تمام فهنا هذا ديبوغ كماند ففي خطأ فتبع انت الاخطاء هاي ديبوغ فان تمام هذا اول شي تاني شي تستطيع خليها هنا تستطيع هنا space dash x هنا dash x وطبق script مباشرة تطبيق script فنفس الشي هنا command font هو عمل ديبوغ اللي واحد عمل ctrl c انا هاي تشوف ديبوغ اخر نقطة من هنا مثلا set ناقص x واريد الاصل الى هنا وست زايد x هنا كان احددت الرينج هنا اقول لو ديبوغ من هنا لهنا فقط ديبوغ فراحض فراحض اعمل لك هنا set زايد x معنا هنا الديبوغ انتهى هنا فبلش بلش ديبوغ 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 هنا انتهى الديبوغ فهنا كملت انتهى هنا معاش فيه ديبوغ خلص بس العالب ايضا نقطة التالتة انه هو يخرج ركا الامر لوحد ما غير القصة ديبوغ على طول وقف بس ديبوغ تبع الاسطر جميع جدا في متابعة البرامج الكبيرة خصوصا تمام هكذا انتهى من درسنا من الاسكريبت كان درس طويل مقصص مع كثير من الدروس خمس ازام اطول درس في البي اي حاليا استفضنا فيه بشكل كبير اتمنى نستبدأ مجهودة في دراسة الامر اتمنى كان نافع اخدنا ايضا الناno والفي اي واخدنا سريع عن السكريبت الاول شيء الشيبانك كماند لان انترابط رفاهم الناس عم بتانع الباش كافة التوضيح ايضا ككومنت ال كيف تأخذ امبت من الكيبورد بالريد كيف تعمل ايكو ل ايكو كوتيشن الارجمنت اللي هو دلار صفر اللي هو سكريبت نام دولار وان بعد السكريبت نام دولار تو الاخير لو كان ارقام تكتبها هكذا عندنا نجمة عندنا الشباك اللي هي الكانت نجمة اول مغير سكريبت نام هنا سكريبت نام احمد خالد احمد هو دولار وان وخالد هو دولار تو تمام وهنا دولار شباك يعني اثنين واخدنا exit code كيف تكتب امام الخطأ وتقوم بعمل ايكو بدر الاستفاهم مغير السفر معنا في خطأ كماند انترابت ايرر ارر اخدنا ناقص لو اثنين اخدنا انه لاجب ان تضيف البيع او ان تكتف البعث اخدنا ايضا كيف لو تريد السكريبت ان تطبخ يجب ان تضيف لها وانتبع معنا الفصل الخامس مع الصلاحيات استفاهم بشكل اكبر اخدنا بعد السكريبت بكتابة الاسم اخد اسمك ويرح باك هلو كده تكتب اسمك هذا الشكل بعد سكريبت اتنين بحيتي يحضر ال كتابة نفس السطر بداش اي سلاش سي سلاش ان اخدنا السطر جديد ايضا نفس الشيء ويطبق المتاع بسيط جدا ثم اخدنا كاس option statement option statement ونجمة وتسكرها باليساك المتاع بسيط اخدنا for encounter معين سواء command list sequence الى اخره اخدنا المتاع بسيط هنا التقوين ال users اخدنا ايضا ال while counter حد اخدنا until سهل جدا اخدنا بعد الامثلة بسيطة ممكن تراجعها موجودة في slide اخدنا وعدا كيفية declare integers area و ال tablitz كتابت برامج بها اخدنا debugging اخر شيء خليت هنا بعد revision افضل وهو snipped تمام snipped يعني plugin with ids like gedit تمام تدعب الedit preference plugin تضيف choose مثلا sh ou etc الاخير then write اي كلمة مشهورة مثل f ثم اكتب tab ستكمل لي واحدة كيف شوف معا accessories getit هذا getit تمام ومعمل reference انا نكمبر الخط اوكي edit preference plugin هنا snippets اضفت اوكي خليني غير الهائلايت مود. وغير اللغة مثلا الى ساتش لواء البحش. كنت اصطيع غيرة من هنا ها. هي الان يعني لو عملت ايكو لونت لوحدة. لو عملت كده. اوكي. لو عملت اف تاب كمل لوحدة. تمام? لو عملت وال. تاب. كمل calls ممكن مش معتلا. طيب لو عملت اااة كاز تكمل لوحد. شف. شفت السهولة. كل اللغة تعال نغير الانجتمال. مده ما نزلت السنبيتس خلاص اصبحت للكول مثلا. تعال ليس سي متلا. سي آت. تاب مافيش سي آت. فيه برينت. سيبلس بلاس. انا ممكن سيهت للاسف. خلينا نشوف فيها اف تاب كمل عكس هنا اشوف اعمل اخواص مربعة تمام اه دوره بدنا تعمل اصغر من هي نفسها كانت داش اكبر من هي نفسها دورة على امور هالي سألزل لكم جدا ممكن عليها تمام في ايكول ايكيو فهذا ممكن تنقل عليها في الشروط لو تريد الحسابية وتريد اخواص مربعة مش دائرة اه خلينا نشوف متلا سي براس براس مفروض ان فيها سي اوت وكي مش معادلة فيها اشياء ستضيفها الان سأوريك بس ورينا ايضا شيء اخير لسنبس هكو ما فوما اتش 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 اي اف جي اتش 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 تيميل متلا لو كتبت هت تمام لو كتبت متلا اريد اتفتح مثلا الامج تاب شوف كمل فاستطيع هنا بريفرنس بلاجنس سنيفتس اعمل بريفرنس انا مجربة على توزيعها تانية اوكي الاسف هنا مش واضح بس يعني هي فرعية تستطيع اعمل بريفرنس وتعدل الاف الاصلية بتاع الباستي كريبت تمام بحيث تضيف عليها اشياء تضيف شيء منك انت استكشفها بنفسك ستجدها سهلة جدا فتستطيع بنفسك هكذا انتهينا مش لس كريبتنج وسنيفتس اتمنى ان كانت درس مفيد نلقاكم باي اسئلة سكون سعيد ناكس لسن اخد كون شوزك اوبريك سيستم تمام و اكون تهينا من باب الرابع نظري سهل يكون صدقة لنا من باب الخامس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته